هو الراك طيب الراك هو الكابينة تمام الراك هو الكابينة اللي بتركب فيها البس باند يونيت واي اشي داخل الكوب منترو تمام هو بيكون فارغ في المروحة المراوح اللي بتدخل الهواء تمام هدف الراك الراك مديول الى اخرين تمام وصلت طيب مهندس اي متى نستخدم الاف دي دي طيب عندي معلومة سابقة انه كل من الاب لنقل داخل من داخل استخدم تدي اي لنقل معلومات يعني عندما نستخدم ما هي وان كان العكس تدي المستخدم معلومات ماليش طيب شو في ركزوا معي سؤال فاطمة بتقول لك انت نستخدم الاف دي دي وانت نستخدم تدي دي ركزوا معي سؤال فاطمة الفرق بين الاف دي دي و تدي صح يا فاطمة لا مهندس قصدي انها في الاب لنقل داول لنقل نستخدم في تقنية واحدة مثل الاف دي دي امتا نستخدم في الاف دي دي يعني يعني ناخد فريكمسي افسي مثلا في التسعمية ولا داول لنقل الالف وثمانمية طفح؟ لا 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 مش دفرنت في الكونسي راح راح يبقى طيب ركزي معي يا فاطمة ركزي معي شوفي حاليا تمام عنا ابلينك وداول لنقل فلو فرضنا انه مثلا بنتكلم على الالف تمامية تمام فاحنا عنا الف تمامية وخمسة الى الف تمامية على سبيل المثال وخمسة عشر تمام وكمان عنا الف وسبعمية وتسعين لالف سبعمية وخمسة وتسعين تمام طب ادراهيم بدي الارقام الدقيقة افتح الاي تيو ستاندر حيط للك الارقام الدقيقة تمام طيب هنجد نتكلم على اف دي دي شو بساوي انا بقسم هاي التردات ابلينك يوزر وان داولينك هاي الداولينك وهاي الاب لينك تمام واب لينك يوزر وان فاليوزر وان الاكوب منت من اليوزر وان اللي هو تليفون اليوزر وان باستقبل على من هذا التردد وبرسل على هذا التردد تمام هذا في الاف دي دي الو فريكونسي خاص فيه تمام وصلت عن طريق الاف دي اوليش في الالتي بنستخدم الاف دي ام اي تمام ارتقينا في الاف دي ام اي هو انت بتستخدمي زي هيك عندك بلوكس هاي تايم وهذا سب كارير هذا فريكونسي هذا سب كارير هذا فريكونسي فمسلا على سبيل المثال الفريكونسي تمام انت عندك من تمام الف تمام مية وخمسة لالف وتمام مية وكم وخمسة عشر وهذا التايم اللي هو وكم هو ون ميلي ساكند تمام فانا في اول جزء من الون ميلي ساكند بعطي اليوزر الاول تردد هذا تمام فهذا تردد الاول باستقبل منه وبرسل على نفس الاشي اسمه هاذا الاب لنك الاب لنك في اشي اسمه س س س تي دي ام ا تمام ما بدي تخلد تفاصيله دخلت تفاصيل شو واحدين نحججين التي دي ام اي بيستخدمه في الاب لنك اوكي تدي دي ام اي بيستخدمه في الاب لنك يتركزي على الداون لنك اوكي single carrier time division multiplexing synchronization فهو خلاص هو عارف انه استقبل في هاي الزاوية فهو هيبعت على هذا التردد. تمام? من الف وسبعمية. تمام? ومن خمسة ونقص قولي واحد. الف سبعمية واربعة وتسعين لالف سبعمية وخمسة وتسعين. تمام? اللي هو السلوت تبعه هذا. في الابلينك. بس في الداون لينك بيستخدم الاو اف دي ام اي. تمام? في الجزء الثاني من الميلي ساكن ممكن اليوزر يستكمل وياخد كمان ياخد كمان كارير. فبصير في الداون لينك الثاني من الف تمامية وك اكس زائد الف تمامية وواي. وبرسل على نفس الاشي. تمام? هذا هذا الاف دي دي. تمام? تمام معناها اننا نقدر نستخدم توت ازوز اه توت تكنولوجيا فسط الابلينك. وين توت تكنولوجيا? وين تكنولوجيا انا هو مستخدم? تماما. نقصد الاف دي دي استخدمنا داخلها باش ن نقس سم اليوزر. استخدمنا تدي ام اي. نا ما ما لدخل.اف دي دي ما لدخل تدي ام اي هاي اشوف في فرق بين تكنولوجيا وتكنيكس. تمام? التكنولوجيا هي اف دي دي. فريكونس ديفيجان ماتبل اكسي. كيف تروح الفريكونسي بتستخدم هو Frequency هو Frequency هاي مش خاصة باليوزر هاي خاصة بالتردد تمام هاي التكنيكس الFDD وTDD ما إلها دخل في الإكوبمنت هاي إلها كيف قسمت التردد كيف اشتغلت على التردد الموجود عندك تمام ماشي فأنت هون إيش قسمت Frequency Division Duplexing يعني أنت عندك Frequency تمام طيب FDD شو بتساوي انت عندك Uplink وعندك Downlink بتاخديه كله كله تمام مرة بترسليه أو بتاخدي هاي يعني هيك بتعمليه بتقولي هذا للUplink وهذا كامل وهذا كامل للDownlink في الثانية في الجزء الأول من الثانية لليوزر الأول تمام فهو عنده السرعة بدل ما تكون مثلا هون على سبيل المثال خمسة ميجابيت برسكند بصير هون كم بتصير عشرين ميجابيت برسكند بس عنده تمام بيقل بدل ما هو كان خمسة ميجابيت برسكند بيصير واحد لا هون خمسة وخمسة عشرة خلينا نقول هون تسعتاشر ميجابيت برسكند أو سوريا عشرة تسعة ميجابيت برسكند في الDownlink وواحد ميجابيت برسكند في الUplink في الثانية الأولى للليوزر الأول في الثانية الثانية في الجزء الثاني من الثانية بيستقبل اليوزر الثاني بيقسم الفريكوانسي كله بناء على تايمينج للUplink والDownlink تمام تمام مهند انت نختار الانتنة باسف في الجزءية ما فهمتاش انه مثلا حدد تلاتة باند ودور في انتنة كيف تحدد فيه ما فهمتك ايش سؤالك هذا عادي بالضبط تشرحنا في الفيديو كيف تحدد في الباند في الانتنة كيف مثلا انت تبي تسعمية ومثلا تسعمية والف وثمانمية والفين ومية فالقيت في انتنة لقيتها زي ما نقوله تدعم زوز باندات تسعمية وزوز باندات من الف وسبعة المهم تخطي الالف وثمانمية وماشي للي بعد هاي مش لالك هاي مش للأجزام هذا أجزام ثاني لو قلتلك استخدم كمال الالفين وستمية ووقتها بتروح على تردد التالت ما تكلمت أنا لسا شوف أنا كل الحكي اللي عدتكم ليها هو الستاندرد ستاندرد تسعمية ألف وثمانمية الفين ومية فيه كمان فيه 2300 فيه 2600 فيه 3500 في الفايف جي فيه 1900 في دول ودول لا فأنا بعطيكم الستاندرد افهموا أنه فيه أشياء كثير غيرها تمام إذا عندك استفسارات اسمع عادي بس أهم إشي أنا الريكوير من تبعتي تعطيني أنتنة تعبيري ركوير من تبعتي فهموا؟ تمام مهند سؤلاء شكرا أبدا